وزارة الوطنية وزارة الجهود الحكومية الملحوظة في مراجعة الاشتراطات التنظيمية لطرق التعمير الخاصة بالبناء والترميم منوهة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لنشر الوعي المجتمعي حول ضرورة التقييد والالتزام بالأنظمة والاشتراطات أثناء عمليات البناء والهدم مشيرة إلى أن تلك الأنظمة وضعت على أسس علمية وهندسية وجمالية لتحمي المواطن والمقيم وتؤمن سلامته نظرا لما قد تسببه مخالفات البناء من حوادث جسيمة وأوضحت الوزارة أنه قد تمت الموافقة مؤخرا على تعديل بعض الاشتراطات التنظيمية والتعميرية لمشاريع الوحدات الإسكانية حيث وافقت اللجنة المكونة من وزارة الإسكان وشؤون البلديات على ما يقارب 30 مادة متعلقة بالبناء وذلك لإفساح المجال أمام أصحاب العقارات المخالفة لتصحيح الأوضاع وفق الاشتراطات الجديدة الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليص عدد المخالفات القائمة حاليا ويضمن قدر الإمكان عدم وقوع مخالفات جديدة في المستقبل ترجمة نانسي قنقر